السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تكونون بصحة وعافية في اليوم الثالث اخترت يكون ليل لان لما اسافر لجزر الغامض الحشرات الليلية عادة تكون اغلى وان شاء الله يحول فنلحظ وتطلع لي عقارب اعوذ بالله الان راح اروح انت بلاذر واكلمة وانا بالطريق لازم امر على الشاطئ علشان اشوف قنينة دي اي واي قنينة او زجاجة مسج باطل اليوم بشكل غريب لاني قرصت من الدوابير وانا هز الشجر كنت بحصل الاثاث اللي يزل من الشجر لكن اذا قرصوكم الدوابير مرتين راح اجيكم اميال يعني لا تزعلون راح يقول لكم بلاذر تبرع ب 15 غرض اما حشرات او اسماق او احافير اللي راح انطلعها من الارض بالمجرفة موسيقى 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 وانا امشي سمعت صوت الشهب فإذا شفت الشهب رفعوا الشاشة بوق وتضغطوا A راح تسوون أمنية أو راح تتمنون في اليوم الثاني الصبح راح تشوفون نجوم على البحر على قد ما تسوون أمنيات طبعا ضليت أسوي أنشطة وأجمع أميال علشان التذاكر شوفوا كيف الطريق الأفضل يضرب الحجر ثم الضربات نحفر حفرتين مائلتين ونوقف قدامهم بعدها نضرب ويلبر الطيار يقول تعالي عندي إذا محتاجة أدوات وسعرها راح يكون 100 ميل بتلاحظون في شخصية في الجزيرة وفي هذا الوقت أقدر أدعوها للعيش بخاي في جزيرة كلوفر ولأني ما أخذ دوة قرصوني الدبابير وغمع علي فجاتني أميال بس خلاص ما راح أجينا مرة ثانية ولا راح أخليهم قرصوني أحول جمعت الحديد ورجعت حكتمي علشان أتبرها للمحل وعطاني البنيان علشان أختار لهم مكان مكانهم يتغير بعدين فتقدرون تحطونا أي مكان وأي شيء تنقلون بعدين راح يكلف 50 ألف بلز حطوها الشيء بألكم فبجد يخلصنا الهدف الرئيسي لهذا اليوم لما كلمت للفليجر بيل وأنا وجه مقروس تماس خر في البداية بس بعدين أعطاني وصفة الدواء والسيستر لي هي أكثر واحدة تعطي أدوية فإذا قرصتوا مقم خلق من أن تتساوون أو تشترون دواء كلمة للفليجر سأعطيكم دواء يعني 90% بالحين راح أخذ الوصفة الأدوات الأقوى سأعطي أدوات الأقوى لا تنكسروا بسرعة كتبت جنب كل أداء بعد كم طربة أداء سنكسر وبتدي خلصنا اليوم ونتظروا الفيديو الجاي ونشوفكم على خير باي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة